أكد الرئيس روسي فلاديمير بوتين أن بلاده لم تبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على المفاوضات مع كييف وخلال اجتماع مع قادة فصائل مجلس الدومة في موسكو قال بوتين أن موسكو لا ترفض السلام مشيرا إلى أن محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت كلها بالفشل ومؤكدا على أن العقوبات التي تم فرضها على موسكو تسببت في صعوبات للولايات المتحدة وأوروبا